السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم توقعات برج الأسد توقعات عاطفية يعني قراءة عاطفية لبرج الأسد الشمسي والقامري والطالع ولا تنسوا أنها قراءة عامة ومعامة ما قد تنطبق على البعض منكم كليا أو جزئيا لذلك خذوا يعني ما ترتاحون إليه من الرسالة وما ينطبق على وضعيتكم وعلى مشاعركم والباقي يعني أتركوه يرحل في السلام فهناك شخص آخر قد يحتاج لهذه الرسالة واخا قد ندير السحب وبعد ذلك قد نشوفوا ما هي نصيحة الملائكة ولنبدأ نتمنى لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد يربي الحبيب لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الأسد لنرى ما هي توقعات عزيزي برج الأسد أنا أحب أن ألمس الكارت لكي أحس بالطاقة هكذا ولنبدأ نتمنى لكم حق سعيد يا ربي الحبيب بسم الله لنرى ما هي خراءة عزيزي برج الأسد الله نعم عزيزي برج الأسد أنت طاقتك هي التعب واليأس أنت يعني عيان يعني أنت متعب وخط عيتي عيتي وعيان يعني أنت تحاول الهرب من الهرب من المصير تحاول من المصير تحاول الهرب من المصير تحاول السيطرة على المشاعر أنت تقول أنا لا أحبه هو لا يحبوني يعني أنت لوحدك يعني تفكر هذه الأشياء لكن أنت يعني في قلبك يعني في أعماق قلبك تعرف أن هذا ليس صحيح يعني هذا يعني أنت تعرف أن هذا الإنسان حب حياتك حب حياتك نعم وأنت يعني تحاول نسيان هذا الشخص نعم ولدينا من جهة قوة المشاعر قوة المشاعر والتواصل الرحاني بينتكم بينكم هناك تواصل الرحاني قوي جدا ومستمر وهذا من جهة يحرق قلبك يعني ألم تحس بالألم بسبب هذا الحب ومن جهة أخرى يسعدك تحس بالسعادة لماذا؟ لأنك تحبه لأنك لا تفقد الأمل وتعرف حق المعرفة أنه ليس فقط توأم الروح هذا الإنسان بل توأم الشعلة نعم يعني هي وضعية معقدة نعم لكن هناك حب كبير جدا نحن نتكلم عن توأم الشعلة عزيزي أخا واصل الله 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 على قارض يعني بتلاتة الله 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 واخا الله يعني توأم الشعلة بدون شك بدون شك أنت عزيزي آآ في صراع بين حبك للرحمن للرحمن الرحيم نعم أنت في صراع بين حبك للخالق أنت إنسان طيب وروحاني أو محافظ وبين حبك يعني أنت في صراع بين حبك لله يعني كتخاف من الله وحبك لتوأم الروح لتوأم الشعلة يعني أنت في صراع شديد تريد إرضاء الرحمن لا تريد الإساءة للناس يعني شوفوا على كارت الله أنت ملاك الله لا تريد الإساءة للآخرين نحن نتكلم عزيزي عن علاقة ثلاثية لذلك كل هذا الصراع وكل هذه المعاناة ربما هناك زواج وأطفال نعم ربما أنت مرتبط أو هذا الشخص مرتبط ولديه أطفال وخا وأنت في صراع شديد يعني بين الله وبين السماء وبين الأرض يعني أنت يعني أنت يعني الروح في السماء تفكر في الخالق تفكر يعني في الخير تفكر في هذه الأشياء يعني في إرضاء الرحمن وهنا يعني في الجانب المادي تريد إرضاء يعني قلبك يعني تحبه لا يحسن عوانكم الله يكون في عونكم تحبه وتعرف أنه يحبك هذا الشخص يعيش في قلبك في روحك في عقلك في جسد في جسدك يعني حب قوي جدا نحن نتكلم عن توأم الشعلة وهذا لا يحدث كل يوم سنتكلم في فيديو عن توأم الشعلة وتوأم الروح يعني هناك فرق وخا هذا الإنسان في قلبك في روحك في عقلك في جسدك يعني مستحيل إخراجه وإبعاده يعني من حياتك بسهولة يعني مستحيل مستحيل أما هذا الشخص هذا الشخص هذا الشخص يعني هذا الشخص هذا الشخص كان نائم أو يدعي بأنه نائم نعم هو يريد يعني يريد قطع العلاقة التي يتواجد فيها لماذا بهذه الأسباب يعني أنت الله شوفوا هذا يعني هذا يعني الاختيار هذا يجب يعني قطع العلاقة التي فيها التفكير المستمر نشاط مستمر نشاط عقلي يعني نشاط عقلي قوي جدا هذا الإنسان سيجن يفكر يحلم يخطط عقليا حتى أنه يحس يعني بواجع الرأس وخا يبحث يعني عن الحلول يبحث عن الحلول لكن هذه الكرة تتكلم عن تحقيق الأمنية أمنيتك وأمنيته نعم يفكر وفيك ليلة نهار ليلة نهار ويفكر في يعني البحث عن الحلول الاختيار الصحيح يعني هذا الإنسان مريض مسكين نعم لمتابع قراءة جميلة جميلة قوية بزاف هذا القراءة يعني بزاف ديال طاقات الحب وطاقات الحب الحقيقي والصافي لكن هناك معاناة كثيرة كثيرة وصمت وأصرار الله يا ربي الحبيب استغفر الله هذا الإنسان استيقظ كما لو رميته يعني بحالي لغميتي يعني فيش كنقوله بحالي لغميتي استلدي الماء استلدي الماء بارد ونض يعني هذا الإنسان كما لو رميته يعني كما قمت بتفريغ دلو من الماء البارد وقام استيقظ وهو يتسأل معقول يكون حبيت يا ناس يمن كتل الدباب المصرية معقول يكون حبيت يعني هو يتسأل ويكذب عن نفسه أنت كذلك يعني مثلك لا أنا لا أحب هذا الشخص لكن هو يحبه ويتسأل هل يعني هل أنا أحببت لهذه الدرجة وأني حتى أفكر في درج حياتي من أجل هذا الشغل يعني هو يعني في يعني ليس هناك توازن في حياتي بسبب هذا الحب هو في معاناة كبيرة 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 نعم تعب من إخفاء الأسرار يعني تعب ربما البعض منكم يحبون في السر البعض منكم يعني لديهم يعني بعض منكم عندكم علاقات حميمة يعني تفهمون علاقات حميمة في السر والبعض الآخر يحب في السر أو فقط بالنظارات ويعني بالكلام لكن لا تتكلمون عن حبكم بل عن أشياء أخرى نعم يعني هناك يعني مواقف وضعيات مختلفة في هذه القراءة علي عزيزي برج الأسد وخا يعني هذا الإنسان كما قلت عنده نشاط عقلي كبير 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 جدا يعني يعني أنه عاجلا أم أجلا عليه اكتخاذ القرار يعني بعد هذا التفكير وهذا النوم وهذا عليه يعني اختيار وماذا سيكون اختياره ماذا سيكون اختياره طبعا أنت هذا أنت يعني تحقيق الحلم ما يريده هذا الإنسان يضحي بحياته من أجلك ما تقول له هذا الكرد يعني رغم الحب هو يعني بعيد عن حبه يضحي يضحي بحياته لا ينام يفكر الآرق يعني قلة النوم يعني يحلم يعني يفكر بكثرة وسبب هذا يعني هذا التفكير كثرة التفكير وكثرة هذا النشاط العقلي المرضي يعني حتى أنه أحيانا يحس بوجع قويفة يعني برأس ما يجعل رأس كيف حقه رأسه هذا الإنسان يفكر أنه يستحق يعني أن يعيش معك الاستمتاع معك هذا ما يعني هذا ما يفكره يعني هو يفكر يعني أنه الله شوفوا يعني بداية هو يفكر في النهاية هذه نهاية وقطع واختيار وقرار وهذه بداية حب يعني الله هذا توأم الشعلة يعني حب 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 حقيقي يعني حب يعني سيكون التي التاروت لا يتكلم عن الوقت ماذا سيحدث هذا هذا ما في يعني ما في عقلي نعم تاروت ما يقولناش متى فقط يتكلم عن الطاقة وما في الأفكار والمشاعر وخط هناك هناك طاقة سلبية طاقة سلبية كذلك تؤثر في هذه العلاقة نعم هناك امرأة يعني امرأة صغيرة لا تفوق الأربعين طاقتها هوائية هناك طاقة حسد وكراهية من طرف هذه المرأة وهناك طاقة سلبية أخرى لكن امرأة يعني أكبر مباما خمسون أو أكثر أو ستون سنة طاقتها يعني طاقتها سلبية وتؤثر على تفكيرك الإيجابي نعم يعني هذا الإنسان يجعلك تفكر أن هذا الإنسان لا يحبك هذه المرأة يعني الكبيرة لكن هي ليست يعني من من وراء يعني وراء هي تفعل هذا لحمايتك هذه المرأة لحمايتك فقط لكنها طاقة سلبية وتؤثر فيك يعني تغير تفكيرك وطاقتك الإيجابي فهمتوني هناك امرأتين وحدة صغيرة يعني طاقة طاقة سلبية حسد وكراهية والتانية كبيرة نعم خمسين ستين سنة أو أكثر وهي يعني طاقتها سلبية لكن لكن للحماية فقط تريد حمايتك نعم هذا الإنسان في عقله فكرة قطع بداية اختيار الذهب إلى هنا يعني أنت يعني إليك أنت هو يفكر يعني لديه فكرة تتكرر في عقله مرارا وتكرارا هو يفكر يفكر أن يأتي يعني فجأة هكا بحل مجنون يخلي كل شيء يترك كل شيء ويأخذك بعيد للعايش معك ويريد ويفكر حتى بالزواج لأنه لا يمكنه تحمل هذه الوضعية السيئة هو يعاني بزاف بزاف مثلك أو أكثر لا يمكنه تحمل هذه الوضعية وهذه الأفكار عزيزي ستتجسد قريبا قريبا التاروت لا يقول لك ماتا لكن قريبا يعني كلها يعني طاقة حب قوي وعدم يعني عدم يعني عدم يعني لا يمكنه الاستمرار في هذه الوضعية يريد التغيير لأنه مريض وأنت كذلك لكن طبعا الأشياء في يعني في يديه هو وخة ربما حتى أنت مرتبط أو متزوج ولديك أطفال أنت عزيزي برج الأسد أو هو وطاقة هذا الحبيب قد تكون طاقة ترابية يعني هو قد يكون عذراء جدي أو ثور أو كذلك طاقة نارية يعني أسد مفلوك قوس أو حمل والطاقة السلبية هي طاقة هوائية وخة يعني ميزان دلو